بعد الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة لتنشيط الحركة السياحية وتعزيز متطلبات السلامة العامة لكافة المواقع الأثرية في المدينة شهدت محافظة الكرك تناميا ملحوظا في أعداد الزائرين لها بقصد السياحة لتسجل أرقام زوار القلعة خلال العام الحالي زيادة وصلت إلى الضعف مقارنة مع العام الماضي مرحبا أنا كريستينا من إسبانيا لقد أتيت لكي أزور هذه القلعة المذهلة التي سمعت عنها خلال العمل على تحقيق قمت به عن تاريخ الأردن وهذا هو السبب الرئيس لقدومي إلى هنا وأمل أن تكون تجربة ممتعة مرحبا أنا خايمي أقوم بزيارة هذه القلعة وقد أحضرنا دليلنا السياحي إلى هنا وأمل أن تكون تجربة فريدة وأمل أن نستمتع في الأردن شكرا جزيلا فتح أسواق سياحية جديدة خاصة من شرق آسيا إضافة إلى عدم انقطاع الموسم السياحي بعد أن كان مرتبطا بمناسبات معينة وإنجاز المشاريع السياحية وتوفير الخدمات الضرورية عوامل ساهمت في ارتفاع أعداد السياح حيث تجاوزت أعداد الزائرين للقلعة في الشهر المنصرم الثلاثة آلاف زائر في 2018 تضاعفت الأرقام بالنسبة لقلعة الكرك يعني منقدر نقول لغاية شهر ستة في 2018 كانت نسبة الزيادة أكثر من 80% مقارنة بالعام 2017 المؤثر الذي أدى لهذه هو زيادة الاهتمام بقلعة الكرك بعد الحادث الأليم الذي صار في نهاية 2016 والإثارة الإعلامية التي نالتها قلعة الكرك من أجهزة الإعلام الداخلية والعالمية وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنشيط الحركة السياحية إلا أن هناك بعض المعيقات والتي تتطلب عملا مؤسسيا تشاركيا خاصة بما يتعلق بتغيير السبغة التنظيمية لمحيط القلعة إضافة إلى توفير مجمع للحافلات الكبيرة الناقلة للسياح تنام من الحووظ في الحركة السياحية التي تشهدها محافظة الكرك لمختلف المناطق التاريخية والأثرية فيها حيث أشارت الأرقام الصادرة عن دائرة الآثار العامة بأن أعداد الزائرين لقلعة الكرك حتى نهاية تشرين الثاني من هذا العام أكثر من 26 ألف زائر من مختلف الجنسيات فيما لم تتجاوز 16 ألف زائر في العام الماضي يزن الشمائل المملكة محافظة الكرك ترجمة نانسي قنقر